كلما طارق العريان يحب يدايق أصالة يطلع هو أمراته عارضة الأزياء نيكول سعفان اللي تعتبر من دور عياله ويعملوا حركة تستفزها زي ما حصل مؤخراً في الجزء الثالث من فيلم ولاد ريز الأضياء نيكول الكل عارف أنها آخرها الفاشن والمودة والأزياء لكن طارق بيحاول من زمان أنه يفردها على الوسط الفني بأي طريقة عشان يعلم على أصالة ألف بداية ارتباطه بنيكول بعد طلاقهم طلعت وقالت أن هي مش ممثلة ولا ممكن يتقل عليها ممثلة أصالة وقتها كانت غيرانة وزعلانة بسبب طلاقها من طارق بعد قصة حب الوسط الفني كله كان بيحلف بيها قصة عمرها 14 سنة خلصت كده ومفضلش منها غير طفلين بيربطوا بين طارق وأصالة وهم آدم وعلي أصالة قعدت مجروحة بعد قصة طلاقها دي فترة كبيرة جداً واختفت كمان عن جمهورة بعد كده صدمت الكل بقى بخبر جوازها من الملحن العراقي فائق حسن طارق العريان التزم الصمت أو ما تكلمش كمان عن أصالة نص كلمة ولا حتى تكلم عن التهام بالخيانة لدرجة أن الناس كلها افتكرت أنه مظلوم وفعلاً في القصة دي بس بعدها بقى قرر أنه يرد رسمي على أرض الواقع وقرر وقتها أنه يخلي نيكول ممثلة غصبة عن أي حد وظهرت كمان في دور سنويف والجزء الثالث من فيلم أولاد رزق أو القضية نيكول قالت عن ظهورها ده أنا مبسوطة بالظهور في مشهد كوميدي كملت كلامها كمان وقالت كان نفسي أحطت بصمتي في الفيلم وشاركت بحاجة بسيطة أو في البداية كنت مكسوفة وقلت لطارق مش عارف الدور طلع حاجة بسيطة يقترى بقى مين هي نيكول سعفان نيكول سعفان هي عرضت أذياء سورية الأصل اتولدت سنة 1998 واندها 26 سنة معاها كمان الجنسية الأرمانية وده لأن عائلتها السورية سفرت لأرمانيا بسبب ظروفهم وعاشت حياتها كلها هناك درست نيكول سعفان في مجال التسويق بأرمانيا إلى إنها قررت إنها تتجه للعمل في مجال الأزياء كموديل وده السبب اللي خلها تسيب أرمانيا وتتجه لدبي اللي استقارت فيها بشكل دائم لكن هي بقى قررت إنها تنزل مصر في 2020 وتو كورونا وده بقى لأنها كان نفسها تتشهر أكتر وأكتر وطبعا معروف كل حتة في العالم إن مصر هي بوابة دخول الفن والشهرة وبعد ما استقرت في مصر بدأت تظهر مع المخرج طارق العريان علاقة نيكول بطارق علاقة مريبة جدا خصوصا إنه من موليد عام 1963 وده السبب اللي خل نيكول تبان إنها خطفت رجالة يعني اللي يخلي بنت زيها عندها 26 سنة أصغر منه بسنين وتتجوزه ده إحنا لو ركزنا شوية كمان هنكتشف أن في الوقت اللي تولدت في نيكول كان طارق بيطلق وبيتجوز جوازته التانية اللي كانت من إنجي عليه تفتكروا بقى نيكول هتقدر تكمل في الوسط الفني وتاخد شهرة أكتر من أصالة واتحقق كمان اللي طارق بيتمناه ولا هتفضل أصالة سبتة مش هتتأثر بل طالقها ومراته بيحاولوا يعملوه وده بقى اللي هنكتشفوا مع بعض الفترة اللي جاية موسيقى